في ثاني أيام زيارته لدولة السودان الشقيقة قام وزير الموارد المائية والري هاني سويلم بزيارة لمحطة قياس الخرطوم على النيل الأزرق حيث استمع لشرح وافن عن خصائص المحطة وأليات القياس وتدقيق البيانات وأشهد وزير الرأي بما تمتلكه الأجهزة التنفيذية لوزارتي الرأي بمصر والسودان من شبكة محطات قياس المناسيب والتصرفات المنتشرة على نهر النيل والمزودة بأحدث أجهزة القياس مشيرا إلى أن أعمال القياس المستمر والمتابعة الدائمة لمناسيب نهر النيل تساعد في إدارة النهر بالشكل الأمثل